ألو إيفم سبيسيال سانتي بايمات.تن مع هجر الحناشي إيفم أحلى راديو عسلامة مرحبا بالنسل كل اللي قادريني تابعوا فين هذا ألو إيفم سبيسيال سانتي بايمات.تن أو الموقع تبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيها أقربة بيبليك وتاختماعها موعد على الانترنت اليوم نحكي وعلى التدخين السلبي وحاضر بحدنا دكتور مدفر مارزوق تبيب عام دونك مرحبا بيك دكتور عسلامة مرحبا بيك مرحبا بكي من المستمعين ومشاهدين عايشي كلاي خديك دون قبل ما نبدأ وزاملاتنا مليك حضرتنا ريبرتاج على التدخين السلبي نسمو بار نرجو نحكيو مصطلح التدخين السلبي كثر الحديث عليه سنوات الأخرى أما قبل كل شي هيت نعرفو شنوة معناها تدخين سلبي التدخين السلبي هو كيتكيف شخص بحذيك الدخان تستنشقو أنت بصفالة إرادية وغير مباشرة وهذا الشيء اللي يتسبب له في عديد المذار وعلى الرغم من أنه أكثر المدخنين رجال بار شنسي وأطفال من غير المدخنين يتأثروا بتعرضهم للدخان وحسب منظمة الصحة العالمية فإنه التدخين السلبي أدل وفاة أكثر من مليون ومئتين ألف شخص في العام وحسب الإحصائيات فإنه التدخين السلبي يتسبب في تعرض ستمائة ألف وفاة مبكرة سنويا في جميع أنحاء العالم لغير المدخنين والرقم الاختير هنا يخص الأطفال اللي يتنفس حوالي 700 مليون طفل منهم الهواء الملوث بدخان التبخ ويموت منهم حوالي 65 ألف طفل كل عام بسبب الأمراض المتعلقة بالدخان غير المباشر كيما يزيد التدخين السلبي في انتشار أمراض القلب والسرطان أكثر من 25% واليوم مش نعرفه مع الدكتور مدثر مرزوق شنوى مذار التدخين السلبي شنوى الأمراض اللي نجمي سببهم وأناهي أحسن طرق لتجنب التدخين السلبي بهيت نبدو نحكيه معك ساعة الدكتور ومفاسه اللعبات شمعناه دجا تدخين سلبي تدخين السلبي والحاجة موضوع تدخين السلبي اليوم موضوع مهم جدا علش لأنه قاعدين اللحظة أن الناس ماهيش واعية ماهيش فاهمة أنه تدخين السلبي هو حاجة اختيرة مش فقط على المدخن وإنما على الانتغاج متاع المدخن يعني على الناس اللي يكونوا عزيزة عليه على أصدقاء وعلى الناس اللي تخدم معاها على عائلته في بعض الأحيان لأنه قاعدين اللحظوا كما قاعدين شوفوا الناس الكل أنه ساعاتها يبدأ الأب والأم المدخن أو المدخنة تتكيف بحث أولادها بحث عائلتها بصفة طبيعية جدا هذي يرى تدخين سلبي وهذي يرى واختير برشا التدخين السلبي شمع لها تدخين سلبي تدخين سلبي هو استنشاق الهواء العادي نظيف مع هواء التدخين مع هواء السجارة مع هواء احتراق السجارة لفمي دول السيجاغات التدخين السلبي هو تقريبا يعادل المدخن العادي لأنه الناس اللي تتكيف بصفة متواصلة وتتكيف في محيط خاصة المغلق لأنه قاعدين اللحظوا أنه انعدام المواقع انعدام الأماكن اللي توفر معناها للناس المدخنين وحدهم والغير مدخنين وحدهم لذلك الهنا التدخين السلبي هو استنشاق الهواء هذه اللي هو مش نحكي وعليه معتا اللي هو خطير وخطير جدا وللناس معاش عاطية اهتمام كبير معاش عاطية اهتمام اهتمام معتا بخطورة التدخين السلبي فما في العالم فما أكثر من مليار مدخن في العالم اللي هو رقم رقم كبير تارفل يثمانين بالمئة منهم في البلدان متوسطة تدخل وبلدان ضعيف تدخل كما تونس نوك لهنا الناس اللي معتا البلدان اللي تعيش ظروف اقتصادية تعبة عندها مشكلة التدخين كذلك نوك لهنا مهم جدا انه نحكيه على موضوع التدخين بصفة عامة وموضوع التدخين السلبي لانه يضر مش بالمدخنين فقط وانا ما بالناس اللي ما تتكيفش لكن عندها شكون في المحيط المتاحة انسان يتكيف راهو يزبنا نعرفه انه راهو تدخين بصفة طبيعية يقتل مليون شخص في العالم في العام كل عام عنا مليون شخص يموت جراء جراء التدخين منهم منهم ننجم ومعتها نذكر انه ينجم التدخين السلبي هذي يأثر كذلك على ينجم يقتل حتى عباد ما مش مدخنين ويكون السبب الاول في ظهور امراض خطيرة وخطيرة جدا نذكر منها عفونا وعفاكم الله امراض السرطان اللي تنجم تمثل الانف والحنجرة والرئتين ومش هذك فقط وانما اي مرض سرطان في جسم الانسان يمكن انه نخلقوا علاقة به بالتدخين لكن هنا ما عاش نحكيه على مسألة انه ما نتكيفش بحده شكون عليش خطر بش نقلقك بالدخان مثلا ميش في حكاية الاقلق هذي فقط في الريحة الخايبة متاع السيجارة في انه الانسان اللي يتكيف راهو يعاني من نقص حاد في الحواس متاعه والحواس الطبيعية متاعه فالطعم مشكلة عادة التذوق مشكلة عادة الشم مشكلة عادة وانما هنا نحكيه على دخول الموضوع هذي انسان ما هوش يحترم في حرية الانسان الغير مدخن راهو الانسان المدخن الانسان المدخن راهو مكبل بالتجارة هذية ولكن ما يزمج زادا يزم نوعي والناس اللي قاعدين تسمع فينا اليوم انه ما يزمج زادا خليه وتدخين هذية يمس الناس الغير مدخن هل يتكايفه سيخطوخن نحكيه عن نسا والبسطغاري قولك انا ما تكايفت شبه احداهم مثلا تكايفت في الكوجينة تكايفت في البيت اللي بجنبها هل يتكايفه انت دجا موجود في بيت كان شكون يتكايفه على مدة طويلة تنجم تتسمع تدخين سلبي نعم نحكيه على ستة الاف مكون خطير ستة الاف مكون ذار للسيجار منهم نحكيه على المواد الخطيرة والخطيرة جدا كما مادة القطران القودران كما أسيد ديت غوسيانيك اللي هو زادا عنده دور كبير في ظهور أمراض السرطان كما نحكيه على مادة الرصاص كما نحكيه على أول أكسيد الكربون هذي مواد خطيرة وخطيرة جدا اللي تنجم تكون عنده علاقة علاقة ديغيك علاقة مباشرة بأمراض السرطان ولكن نحكيه زادا على عنصر آخر موجود في الفيسيجار واللي هو عنصر النيكوتين عنصر النيكوتين هذي اللي هو من دوره أنه يصنع علاقة التعلق لكن ما يصنعش علاقة الأمراض الخطيرة وإنما يصنع أن الإنسان وقت اللي ينقص نسبة النيكوتين في جسم الإنسان فيقول لك أنا طوى يزم ينمشي النسب يسويغ نسب ما فينا تعرف أنا يقول لك طوى رأس يوجع فيها ويزم ينمشي نتكيف وجهة الرأس هذيك القلق هذيك التعلق هذيك هو جراء النيكوتين الجواب على سؤالك أنه الإنسان يتكيف في منطقة معاينة الفيمية دول السيجارات هذيك ما يتنحاش لأسف دونك يقعد موجود دونك الأطفال وليمامور دول الفيمية أفراد العائلة اللي يمشيوا بعد لنفس المنطقة هذيك هم معرضين إلى التدخين السلبي وكيما كنا نحكيه كيف نقوله إنسان معرض إلى التدخين السلبي كي أنه يتكيف لازم نخذوها نخذو الأمر بمسؤولية كبيرة نخذو الأمر بنسبة وعي مهمة أنه الإنسان اللي يتكيف بحد العبيد اللي ما يتكيف هو يشرك في العبيد دولكم في عملية التدخين اللي هي كيما الناس كل تعرف خطير ولكن اللي هنا معاش نحكيه خطر على الإنسان اللي ياخد قرار أنه بشي يتكيف ويظهر صحته بطبيعة الحال ولكن اللي هنا الإنسان اللي يظهر في صحته ولا يظهر في صحة العزيز علي فما طب ثلان في الدخان فما علاقة إدمان بين نسايد المدخن والسيجار العبد اللي قاعد يتعرض لتدخين السلبي قاعد يشم في الدخان ما مهوش قاعد يخذ في الدخان كيما المدخن نقولوا إحنا فما علاقة إدمان تنجم تتكون له هو زيدة من في ماء ذيكا متاع الدخان وقال له كيفيش نجم يعود خطر مثلا انت قلت قم بكري كبيحد يبدأ يتكيف يبدأ راسه يوجع فيه مشي يعمل سيجار وبشي يرتح ليو حاجة خائبة ما ذيك هو اللي قاعد ساي اللي متعرض لتدخين السلبي بشي يتعرض لبرشا مشاكل أخرى مربوطة بك العلاقة ذيكا متعود من خطر هو يشم في الدخان ذيكا كيفيش نجم يجي مع بشي كيفيش يعمل معنا الانسان اللي اللي يتعرض الى التدخين السلبي هو يتعرض الى مكونات الدخان فبذلك يتعرض الى كونسنترسيون متاع مكونات الدخان في جسم الانسان منهم الهنا نحكيو على مادة النيكوتين مادة النيكوتين هي مادة التعلق التعلق الكيميائي لانه باش نحكيو في نقطة اخرى على كيفية الابتعاد على السيجار وهذا كيفية الابتعاد على التدخين والتحرر خلينا نقوله من التدخين لانه لهنا فم تعلق سلوكي ايضا تنزيد ونحكيو عليه التعلق البيولوجي التعلق البيولوجي عن طريق مادة النيكوتين انسان اللي يتعرض الى الافيومي دول السيجارات الى الدخان هذك اللي قاعد يخرج هو ايضا يتعرض الى مادة النيكوتين مادة النيكوتين من دورها انه تصنع عملية التعلق دي كافية يحس روح وانسخ تمامه اذا كان يواضب بشكل بطبيعة الحال هنعرفه في العمل المتاعنا مثلا عانا يكون معنا يتكيف دونك بش يتكيف بش نخرج مع بعضنا الناس الكل اللي يتكيف واللي واللي ولا ما يتكيفش دونك لهنين القاور وإحنا بصفة متواصلة قاعدين نقعد من بعضنا قاعدين نشموا في نفس الهواء مبعضنا في نفس المحيط اللي نحنا فيه فهذاك يخلق حتى الانسان الذي يتعرض الى عملية التدخين السلبي هو ايضا يتحط في موقع التعلق البيولوجي يعني التعلق بكمية النيكوتين الموجودة في الدم اللي تنجم اذا كان تنقص تنجم تخليه يحس روحه ملاليز يحس روحه متخلق ويعرف هو يولي وفهم ما يكون عندهم عندهم مساحتان غفليك في العمل يقول لك يلا يلا نعملوا باز ولكن هو بصفة غير غير واعية هو لهنا محتاج الى التواجد في المحيط هذك اللي فيه الدخان حتى ياخذ نوعا ما من النيكوتين وهذا خطير وخطير جدا لانو الانسان اللي ما عندوش علاقة بالتدخين بصفة مباشرة ولا عندو بها علاقة بصفة غير مباشرة كيف هيت نتخلص احنا من المشاكل والاضرار متاع المدخن اسكوين نستعملوا معه نفس واسئ اللي قلق عن التدخين للعبد المدخن وليفهم حاجات اخرى هو تنجم تعاونه باش يتخلص من الحاجات السلبية اللي تنجم تجيه من التدخين السلب تكسحر سؤال مهم جدا انه نحكيه على التدخين والتدخين السلبي لهنا نحكيه على كيف ان التدخين قاعد يتحرك قاعد يعمل في علاقة قاعد يعمل في تأثير على الانسان الغير مدخن دوك لهنا اول شيء اللي قاعدين نعمو فيه في حساتنا اليوم هو ان نرفع في الوعي في مسألة التدخين السلبي اول الحاجة يجب الاهتمام بالنقطة لازم نعطيها اهمية لازم الانسان اللي دخن ما عادش ياخذ مسألة التدخين امام انسان غير مدخن ياخذها على محمل الجد لانا رأي ما هيش مش حاجة بسيطة انك انت يرا واذا كانت كيف تضر في نفسك والعبد كل تعرف هذا شيء غني عن التعريف ولكن ايضا انت قاعد تمس في انسان غير مدخن تحط في ظروف انه يمكن يمكن جيه امراض تابعة تدخين وكما معت كان فسر لغوة اختار انه كيف عباد عندها امراض متعلقة بالتدخين لناس غير مدخنة وفما عباد اللي تفعلين الناس كل ماتوا جراء التدخين لناس غير مدخنين وهذا اللي عبر انه موضوع يمثل خطر على المدخن في حد ذاته طبعا يجب ايقاف التدخين والحاجة الثانية الانسان الغير مدخن انه نضع في ظروف انه يتعرض الى امراض متعلقة بالتدخين هذا في نقطة اولى في النقطة الثانية يجب نهي الاقلاع نهائيا على التدخين كلمة سهلة كلام سهل ولكن الفعل الناس اللي تتكيف العملية الاقلاع عن التدخين هي عملية صعبة وصعبة جدا وهذا ماهوش مش كان عنا نحن في تونس كل هذية في العالم كل تقريبا خمسة بالمئة فقط من الناس اللي تحب تقطع عن التدخين وحدها تنجح في عملية ايقاف التدخين لماذا لانه الهنا نحكي على زوس انواع من من التعلق نحكي على التعلق السلوكي اللي هو الناس ماهيش وعيه به ونحكي على التعلق البيولوجي الكيميائي اللي كنا نحكي عليه طوائق في ميدة النيكوتين التعلق السلوكي التعلق السلوكي هو انه الانسان حركة التدخين انه الانسان يقول ليا الحقيقة معناها باش نهبت قهوة يزي نشع عملية السلوك في عملية التدخين عملية التواصل عبر السيجاغات رونق كامل حركة كاملة تصبح عن طريق تدخين يقول الإنسان أن ينشيخ عليه السيجار لكنه يعرف المذار يورى السيجار هنا نحكيه على التعلق السلوكي عملية الحركة أن الإنسان يشد السيجار من فمه ينفخ إكساتيغاء هنا الإنسان يصبح سيكومان غيفليكس يعني يصبح حاجة طبيعية حاجة الإنسان نازم يعبر بها عن ذاته يعبر بها عن سلوكه كما نعرف أن التدخين صار فيه عملية تقويت الوعي عن طريق السيجارات قيمة السيجارات صارت الخدمة عليها في المنزاني 40 المنزاني 50 وفي المنزانة السيجارة يقوم بتصوير المنزل عند ملك السيجارة أو عند ملك المنزل ووصفية política أصبح أكثر على أن السيجارات للشكوان هو الشباب، هو الجنس، هو الإنسان الناجح، هو اللي يتكيف، المرأة الجميلة هي اللي تتكيف، الإنسان كما نقوله، القافز، القوي هو اللي يتكيف، وإنما هذية كلها معنات أشياء خطيرة لأنها تدخل في اللاوعية متاعنا حتى ننظروا بالتدخين بالنظرة هذية، بالمعنى هذية. ولذلك يجب الإشتغال على الشيء ذي، يجب أن نختم على الشيء ذي، يجب أن نعاو أول شيء، الوعي بموضوع أن التدخين معنا حاجة ما هيش حاجة بها، ما هيش مش تحطنا دون زين كاتر، معنا مش الإنسان اللي يتكيف هو أحسن من الإنسان اللي ما يتكيفش، لا، وإنما بالعكس الإنسان اللي يتكيف هو إنسان يحط روحه في ظروف وفي منطقة تنجم تخليه مخول أنه يعيش أمراض خطيرة، أوكي، من الأمراض الخطيرة، ناس كلنا نعرف، وعافينا عن فاكم الله، الأمراض الخطيرة المت بالتدخين، ولكن زين الإنسان اللي يتكيف روحه هو معتها فما عملية استقصال للحرية متاعه، ما معناها؟ معناها إنسان اللي يتكيف يقول لك أنا ما نفرح بالقهوة متاعي، ما نفرح بالقعدة مع أصدقائي إلا من شعر السيجاره، لهنين قاعدين نلاحظوا أن السيجاره هذي قاعد يفك في في الحاجات البسيطة اللي هي نورمالمون، ما نستحقوش السيجاره أن نتمتعه بالحياة وبالأشياء البسيطة في الحياة عن طريق السيجاره، وإنه ما يقعد يخليك متعلق بالسيجاره حتى أنك تعيش اللحظة معتها كأحسن ما يكون، وهذا خطير، لهنين مهم جدا في الحل أن نتلهيه بموضوع التعلق السلوكي، بطبيعة هذي الحاجة يجبنا نفهموه كما قاعدين نحكيه فيه، ويمكن زادا أن الطبيب يعاون الإنسان المدخن حتى يحذر روحه سلوكياً، يتواصل مع نفسه سلوكياً، كبرمجة لغوية عصبية، لأنه يكفي أنه لعلها فرصة أن نعطي للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا أنه يكفي أنه الإنسان المدخني اللي يحب يقلع على تدخينه وأنه ما يحب ينقص كمية تدخين، ينجم في العمل المتاع ويقول أنا عندي الحق، أنا مش بش نقص تدخين كمبلاتما، ولكن عندي الحق نتكيف كان في الكرسي هذي، يخلق مكان كرسي، منطقة معينة، اللي تخليه يتكيف فيها، باقي المناطق الكل، ما يتكيفش فيه، لذلك هنا يحذر روحه سلوكياً، يحذر روحه برمجية، مع طريق برمجة اللغوية العصبية، أنه ينقص بصفة لا إرادية، بصفة غير مباشرة، من كمية التدخين عن طريق النظام هذا، لذلك هنا نقطة ثانية نحكيه على كيفاش أنه يمكن إنقاص كمية التدخين، ويمكن بالتالي إيقاف عملية التدخين، راهو نهنين شجع الناس اللي معناها لعلها متشكة يا ربي نقص، زرما النجم روحي نقص معتا الدخان وإلا ليه، أنه الإنسان راهو وقت اللي ياخذ قرار إيقاف التدخين، بعد آخر سيجاره يتكيفه، النجم يقوله عمره جديد، لماذا؟ لأن الإنسان بعد يوم ما يقص الدخان، يحس بعد يوم ينجم أنه دقة القلب متاعه ترجع إلى النظام الطبيعي متاحه، بعد جمعة ينجم يعمل السبور متاعه بصفة طبيعية، بصفة أحسن، يحس روحه أحسن معتا ولا عنده القدرة على الرياضة أحسن، ولكن بعد ثلاث أيام، الكمية النيكوتين في البدن تنقص بصفة كبيرة ياسر، ونجم يحس أعراض قوية برشة متاع نقص النيكوتين كما أوجاع الرأس كما نعرفه، كما الإحساس بالتعب بالإرهاق إكساتيغا، راهو بعد سنة الخطر اللي تفعليكم من النوبات القلبية، من أمراض متعلقة بالقلب وشرعين يتيح إلى النصف، راهو بعد عشرة سنوات من إيقاف التدخين بصفة نهائية، الخطر الموت اللي تفعليكم من النوبات القلبية والنوبات الدماغ أيضا كذلك، يتيح إلى النصف، فلهناه الأنسان اللي ياخد قرار إيقاف التدخين هو لحقيقة قاعد قوي في حضوظه في العيش الأفضل، في ظروف أحسن، في صحة أحسن، في صحة أفضل، لذلك لهنا كنا نجابه على السؤال هو شنوه كيف يمكن حماية الإنسان الغير مدخن من التدخين السلبي؟ هو أيضا في نقطة ثانية نحكيه على كيفية عملية الإقلاع نهائيا عن التدخين، ولهنا طبعا فما الأطباء نجمعونه، فما راه حلول أخرى هي حلول التدخين مع الدخان الغير مشتعل، يعني من غير الفيمية هذيك، من دوره أنه ينقص في المشاكل على القلب وشرعين، ولكن من ناحية أخرى يزم الإنقطاع نهائيا في الهدف أيضا، الهدف متاعنا هو حتى لو كان بشي يصير شانجمو ويصير تغيير ويصير معنا أن نحاول نقصه من كمية الدخان هذية، الهدف النهائي متاعنا هو أنه الإيقاف النهائي لأنه أي مكون وأي معناه سوليوسيون متاع دخان هي تمثل خطر على ساحة الإنسان، ولذلك مهم جدا أخذ الاحتياط، والمهم جدا أنه التفكير بصفة معناها في الموضوع هذي، لأنه إيقاف التدخين، وقعدين نشوفه في برشة مرضى حتى يجيوا يعديوا على أمراض أخرين، ولكن يجبد لك يا سخة الممو يقول لك راهوا موضوع الدخان، أنا والله نعرف موضوع الدخان مقلقني ومذبيا نحيه، وما نكذبش عليه، كراني نحيته ثلاثة أربع مرات ورجعت وتقريبا أيست، الناس هذوما قولوا مراهو عندك إمكانية إيقاف التدخين، لأنه واحدك راه ما تجمش وحدك، نكذبش عليه كما أنت، الموضوع التدخين ما هوش موضوع سهل، فما ناس يجي يقول لك والله أنا روحت شديد الباك وطيشت ومقودها ما عاشت كيفت فما يكون سهلة عليه فما يكون صعبة عليه والأغلبية صعبة، وعادي يعني، فمش أشكال، عادي يجب القبول بذلك، قبول أنه موضوع صعب ويستهل المساعدة، يستحق المساعدة، ولذا يجب العمل كما كنا نحكيه على التعلق السلوكي في التصرفات مع الدخان، لأنه راهوا لهنا كنا نحكيه على موضوع التعلق، والدخان راهوا موش موش حاجة بسيطة، الدخان راهوا العلاقة ما بين المدخن والسيجارو علاقة تعلق وإدمان في نفس الآونة لأنه السيجارو راهوا معت الإنسان يتكيف في الظروف الكل، يبدأ متغشش يتكيف، يبدأ فرحان يتكيف، بعض حاجة تفرح ويتكيف، بعض حاجة تغش ويتكيف، فالعلاقة هذيك اللي تمر عبر السنين راهي موش موضوع سهل، ولذا يجب العمل عليه بالتركيز ويمكن أزاد المساعدة عن طريق فما راهوا كما تعرفوا في تونس مثلاً عن مراكز مع تابع سبيتار أنها تعاون في كونسلتشيون، عيادات الأقلاع على التدخين عيادات الأقلاع على التدخين، ويمكن التواصل معها وعندهم نتائج طيبة، وفما ناس فرحانة برشة أنها تمكنت من الإقلاع من إيقاف التدخين، ويمكن أنت كذلك يمكن أن تلقى حل في الإقلاع نهائياً على التدخين، فتحفظ صحتك وتحفظ صحت العزيز عليك من جراء التدخين السلبي، لأنه الأنسان طبعاً ما نجمش يحط روحه في سيطواصن أنه يتكيف وحده وانسخ تماماً، لأنه العملية الحياة الاجتماعية متاعه تولي ممسوسة، ولذا مهم جداً أنه الأنسان يحافظ على الناس اللي معاه، يحافظ على أطفاله، يحافظ على زوجته، على زوجه، يحافظ على أصدقائه، يحافظ على الناس اللي يخدم معهم، يحافظ على المحيط اللي يدير به بصفة عامة، ويتصرف دونس سنس لا. لذلك هنا عملية الإيقاف على التدخين هي الهدف، هي الحل الأمثل لحماية الناس الغير مدخنين من التدخين السلبي. إذا كان الشخص اللي هو قاعد يتكيف دكتور، ما نجمش بطل الدخان، وما بطلوش، وانتي عايشة معاه في الدار، معناه في محيطك، في صباحك، في قائلك، في ليلك، كيفش نجم الشخص دي؟ وانجينا غالبو متلقاهم يا أما زوجهات وإلا الأبناء، هما أكثر متضررين من تدخين السلبي، ما نعمل؟ لأننا عايشة معها في الدار، وتلقاها مثلا ساعات في بورتمين، بيتو سالة، كيف نعمل؟ لكي نجم نستحفظ على صحتي وصحة صغاري، خدا بعده كنت تحب نزيد ونحكيه شوية أكثر، يمكن على الأمراض التي تنجم تجيه للصغار من الجرائل لتدخين السلبي، تلقاها مريض عام على 12 يكوحوا ينبر، كما نقولوا، وإحنا وانتي مش فهم ليش، لكي ننفوه مش ملفين، بدو خان اللي تقاعدت كيفيه وقاعد يشم فيه، لذلك هما ينجمو يعملون، نعطيون بلزموه حلول هكا عملية خلي مدام نحكيه في الموضوع. بالنسبة للناس اللي اللي عندش كون في العائلة، يعني أنت يقوم بعملية التدخين مع الأطراف العائلة الموجودين معاه، أول حاجة لازم تصير عملية الوعي، لازم تصير عملية التثقيف، أنه رهو تصرف هذيك، هو تصرف غير صحي، هو تصرف من دوره أنه يمرض كما كنت تتحكي، فما أمراض متعلقة بالتدخين للناس الغير مدخنين كما كنا نشوفه في التقرير اللي تعدى، لهنا لازم أول شيء، الابتعاد بين، مع أنت خلق مكان خاص للإنسان المدخن، ومكان خاص للأشخاص الغير مدخنة، ولازم كيف كيف؟ لازم الدخان في الدار، كوني أي لهم، لا يجب أن تنزل حاجة اسمه سيجارة، ولا أي نوع بتدخين، آخر في الدار، أنسية جملة، حتى لو كانت تنقل من بيت البيت كما قلنا من بيك، لا يقعد، اللي باحتكول هذو متاع الدخان، لا يقعدوا في الستائر، ولا في الكنبي، ولا أين تحب أنت، بش يقعدوا موجودين، وفهم الدراسية تقول لك منها، لذلك لا يقعدوا بارش، معنى تعب لهم، حتى كانت تنفس، حتى كانت تهوي البيت، حتى كانت شنون تحب تعمل، بش يقعدوا موجودين في البلاسة اللي انت، انت غيرت تتكيف معاهم، معنى، حتى لو كان انت مكش مشاعة سيجار وغير الماء، صحيح، صحيح، الناس اللي تتكيف في المنزل لحقيقة خطر كبير ياسر، على الأطفال، على أطراف العائلة معت الموجودين، والأفضل هو عدم تدخين داخل المنزل، طبعاً هذا شيء مهم جداً، ولكن الناس اللي يزيد عندهم أطفال، وهنا نحكي على مشكلة الأطفال، لأن الفينومان دو تباجيزم، هذه الفكرة تدخين هذه، قاعدة تمس، مش في الناس اللي زادلتك هوا، إنما قاعدين نشوفوا في الموضوع هذا يدخل عند المدارس متاعنا، عند الليسي، اللي كوليج، معتها، واللي قاعد يمس في الفئات العمورية الكل، حتى في اللي راهو نحكيه، وللأسف حتى الأطفال، الأطفال، معتها، التلمذة متاعنا، قاعدين يتكيفوا، راهو معناها يجبكم تعرفوا أن الأطفال متاعنا، ذي سواليد عندهم السراء، لذا دو، معناها ذي سواليد عندهم التدخين، اكزاكتما، اكزاكتما، هذه الفكرة، وهذه الفكرة، الفكرة الغالطة، اللي يجب الاشتغال عليها، الصغيرات اللي قاعدين يسمع فينا تاويكا، معناها نجمو قلولهم أنه ردوا بالكم، راهو الانسان، الانسان الغير مدخن، راهو ما هوش ناقص على الانسان المدخن، ما يزمش يخذ الفكرة أنه، ما يظهر بين أصدقاؤه، في مظهر به، في مظهر به، في مظهر الشجاع، في مظهر القوي، في مظهر اللي عنده سلطة، وعنده القوة، إلا ما يكون مدخن، ما هو الصحيح، الانسان الغير مدخن، الأطفال الغير مدخن، ندعوهم إلى الابتعاد نهائيا عن التدخين، ندعوهم إلى عدم تجربة السيجار، ولول، اتنسيون، معناها، هي خطيرة وخطيرة جدا، لأنه من الأول تبدأ بفدلك، وبضحك، بينات الأصحاب، بينات الأحباب، وبعد، نبدأ بالسيجار، وثنين، ثلاثة، أربع، وإشكالية التدخين، وهنا الأمهات والأباء، فشنو قاعدين يعانيهم؟ من ناحية يقول لك، يقول لك، كان والدي يحصل، شنو نعمل له معناتها؟ يوحل كريمو، ومن ناحية مسكين، يبدأ قلبه عليه، لأنه ابنه معنى معرض إلى خطر، أمراض، أمراض تدخين، كثيرا. ساعة دكتور، غالي يخليك على توضيحات اللي قدمت هنا اليوم، كان بحثينا دكتور مداثر المرزوق، طبيب عام، شوية أخر، بيش نحكيو كيفش نازل منزيدو في الميزين، إذا كان عنا حال الضعف شديدة، مع مدام ألفا بكاري قدور، أخصائية التغذية، مدى بعدوش بعيد، هنا رجعينا بكاري قدور، أخصائية التغذية، بيش نحكيو على كيفش نازل منزيدو في الميزين، مرحبا بيك مدام بحذينا، عيشك هيجن محبب بيك أنت زيدا، عيشك اللي يخليك، دونك نور ملمو خنحكيو ساعة عشان ما يصيرو الأسباب مشتخد توصلنا لحالات الضعف الشديد، وبعدو نتنشوف كيفش نازلو في الميزين، نخط المروضة ببعض، صحيح، بي الأسباب، فما أسباب الجيني، أي مشكل في البدن الجيني غالما، فما كالفكتور جينيتيك، دونك فما مالعام الوراثي، يستطيع البعض أو دقيق برشة، أو غدر الضعف، أو دائرة أو دائرة، فظاي، بذلك نخطر كنت، نصمون خود برشة المعرفض، هذا هو السبب لأيض، فما أسباب صحيّة، جديدة لدينا ما يسمى، منذ قردات التي تحتاجها، فعلى غدر الدراقلاء، تحتاجها في كل الرقاف الذي تريد، فما زمان جيدا، جذي المشاركات يالجي الحرق برشة، أو في الخارج الإنسان، عكس الإنسان العادي، والأكثر من الإنسان العادي، فما الناس عند الديابيط مش فيقابيه. فما الناس فما دي مالادي سورينال معني في مشكل في على مستلوى الكليوي زادة تتقلق. فما دي كارنس، فما دي كارنس، فما دي كارنس، سيخطو لزانيمي انفر ينقصوا مشاهيه. بوما مش حاجة كبيرة، نجم تقلقنا زادة. فما عاوي من نفسي، فما الناس يسون تخي نغفو. يس نغفوزيين، يس سترسي، فما في مختار الناس، فالنصان يجم لها كبيرة. فما الناس الذين لديهم إكتئات. فما هو الناس الذين لديهم إكتئات، فما الناس الذين يجمون بها يواجه في المكلة، فما الأمر يلاكسون من الناس. فما الناس الذين ينفسوا مع تحولية بطنقجات الإنسان، فما ذلك، فلنطرنا ـ مسبحانا، فهو ما معددهم صغيرون. فمنحان بالكسزة يوجد بالنجاب؟ صحيحه على خاطر المال الحاجيات كما تنبيه أكثر على الماكلة كما تنفعل المناسب غزائية يدعم المناسبة لنا لذلك لا يدعم المناسبة لذلك يضع في البدن فهو بصفة العمل لما تنقل المعانات ما هي الطريقة معهم والنتيجة لنحاولون التجوز هذه المشكلة لكي تقعد الأمام بالطبع كان هناك مرد يزمو يحدي داوية ذاك متفهمين فيه معنا يمشي الاهل الاختصاص بيش يحسن معناها ولا يعدل من الغدة الدرقية متاعو وحسن من الديابات متاعو معي الماكلة تقعد زي دا عنصر رهيم جدا باش الانسان يحاول يهز من صحته بطريقة صحية معناها على اقدر من نجمه معناها كيف تكون خلل نشنا بدا وكيف يفهمي انه هما مش عارف قد شئ زيت خل ما نكونوش ضعاف بعض ناس الانفجار ذاك زادا ما هو شبي صحية انفات هو انسان المشكلة وان احنا ما عناش برشة شاهية داك اذا كنت نجي انا للشخص المعندوش برشة شاهية نقول يجبك تلك البرشة باش تسمع ما هو شاذيك الحال الحال وانو هو كي يكل يكل حاجة دخلوه المكسيمم من الكالوري معناها البلو كالوريك بوسيبل نفس الكوانتية ولا اكثر حتى شويتون ما لازم ندخل نحن نستغلها اينا كالوجبة صغيرونا هذيك باش تود خلي اكثر ما يمكن من الحريرات ونرجم اينا هكيك نوري مدن نسمن بشوية بشوية دونك احنا مش نجيو ان نتصرفوا في الوجبة متاعنا دونك يقولوا اكثر حاجة تدخل حريرات دهنيات اكثر حاجة في المكلاهي هي تسمع راح اكثر تعتينا حريرات واحد غرام من الدهنون دهون يعطيني تسعة تسعة حريرات واحد غرام من البروتينات وإلا من السوكريات مش يعطيني كان اربعة دونك شركزوش عاد دهون شمعني عاد دهون معانا اينا ماكلتي نحاول نزيدها دونيات صحيح اينا نزيد شوية زيتونة فصلات عمتاعي نزيد زبدة نعمل العظمة في عوض ما نعمل العظمة مصبوطة نعمل العظمة في الزبدة نزيد شوية كرين فخيش كن عندي ديبات نعمل ديبات بلانش بالكرين فخيش وننزجم وقت نزيدهم جبن خاطر كيف كيف جبن نراهم العناصر الغذائية زيادة الهيلة بالنسبة للناس ما هون عندو مش مشكلة متع زيادة وزن نجمو نصغلو المادة هذية وناكلوها لخطفها بروتينات وفيها كيف كيف الدهنيات دونك فما حاجة اخرى نجمو معنيها نخدمو عليها هي الشيهة هون ما وعندو الشيهة مش ندخلو حريرات اوكي مديزة مني نشره بشكل دونك شو الحاجة تتحل الشيهة في الانسان عند في الماكل عند الانسان هي كالحاجة المالحة والحلوة في نفس الوقت حتى شوية مالح في اول الغطة متاعنا فيها بس كيبت زيتون شوية كبار وحاجة اخرى بش احنا من نقعدوش معنيها عنا مشكلة متاع كمية ما انا نفضل مثلا نفس التبق فيه كل شي في البروتينات المتاعي حتى الانسان اللي حب يسمن زيت يسمن زيتها بروتينات مشكين كتلة دهنية راهو ديما يقعد الكتلة العضلية ثاني معناها مؤسس للبدان بعد الكتلة معناها بعد الهيكل العظمي دونك انا البرنتي فيه بروتينات فيه دهنيات فيه نشويات وفيه ما كل ما ينجمي حال الشيهة مثلا نعطي اجزامبلي ناس سلاتة مثلا سلاتة تروس فيه كل شي فيه العظم فيها تون فيه كيف كيف دونك والإنسان المذابي ديما ييكل بطريقة متقطعة عند الشخص اللي عنده مشكلة متعشاهية ما نجموش نغصب عليه ما نجموش ونقولولو كل برشة وكل معناها في ساع في ساع دونك ييكل على طول النهار بالعكس صحيح قد ما نقسمو على قد مخيط على عكس الإنسان اللي حب يضعف دونك ما عندوش هاكل البخوتوكول متع تليثة مرات أربع مرات في النهار أكهو ييكل على طول النهار الوجبة متى وماننشو يكملها ميسالش يرجع ويكملها مبعد بشوية بشوية نعملو زيدة على فما مويد غذائية بتبيعتها هي غنية بالحريرات وتكون ديما صحية عن الفيكة بغي زمبل على الفيكة فما ناس تستهين بها أما هي هي ويصير فيها حريرات مثلا مفيدة للصحة ومفيدة تقعد فيها كل هذه الدهنيات مفيدة عليها على خطر 100 جرام لوز مثلا ولا نواد كاجو ولا أي نوع من الفوكه الجافة هذية ستوصل ل100 حريرة سمحني 600 حريرة ما يعني 600 حريرة معناها عبارة وجبة إذا كان فتى من لأهما تقديم في 50 ممجرام لكلهم على طول النهار وشوية بشوية ملحين أش perilولا جاءت العمل نعنى ما يفق فيها الطاقة من غير ما يفق خطر ما يجب ايستهى في حاجات كثير من cargo أحدهم ونحن نتعلم فيها كل شيء وإلا حاجاتك معها كخفيفة ديما في جيبو فما شوية فيك يا شيحا كيف كيف زاد فيك شعير السكرية من نوع الطبيعي تحل الشيحة السكرية كيف وكيف الملح دونك شعنا إخنا عنا مثلا إحنا كومتوين سو نحب الحاجة الموزوزة حاجة الحار النجم نصغلوها العنصر هذي كالإنسان يقبل الحار مثال يحل الشيحة زادا مش برشة أما ما فيها بس كشوية ليس مثلا ملول هذا هو دونك بصيفة عامة حاجة أخرى نحب نحكي لها وإنه الإنسان اللي ما عنده الشيحة دونك عنده نوع من البخل ما عنده الشارعة بشيكل دونك يبدي بخيل في العملية الأكل متاعه دونك يمشي للحاجات السهلة دونك شعمل يمشي كي يجي يكل يمشي يشربه منا شربه منا شربه منا شربه منا شربه منا هذي حاجة غالطة على الغر خطر إحنا كما قلنا مع ذا صغيرة مش محلولا نعبيوها بالماء اللي هو العنصر الغذائي الوحيد اللي ما يتحمل اللي ما يتحوك معنيها ما فيش حريرة لا يحتوي على ح حريرات دونك إنا ما عبيش كرشي وقتها بالماء بالعكس نشرب بعض بخيفي غنص مي وقتها نستغل الوقت الوجب متاعي بشأينا ندخل له مكسيمام دونك من غذاء ومن حريرات في نفس الوقت كي نحكيوا عالسوائل كيف كيف هو الإنسان عنده نوع من البخل دونك يكل حاجة سهلة ماذا بيه مثلا يعمل بسيسة سباح في فتور الصباح ماذا بيه مثلا خالي يشرب هالتي خاطجين غالما يقولك إنا سباح من الجمش ومعتي مساكرة ما عنديش شيء بالكل وموطر في بسيسة يعمل العشرة مثلا ديدي житьون في خويت parking الحاجة بيخل من اللي خود لي مثال كبقة كبقة تنا إذا decline التثبيد مع نوع متاع تدخيله اكثر معني مشا مال perchدي هزوز ونزيد المالجم just del my feet نزيده هذا حليب مالثة دونيات صحية. آآ معن Speaking 되ّ خوي. حاجة واحدة فيها برشة حاجات وديما سهلة في التناول الديحة حاجة اخر نحب نقولها زيدا كن معاش مزال عنا وقت ولا لي هاي نصطرق فالا هاي دونك الناس هيدو مره مش محرومين من الاكتيفتي فيزيك خاطر هما جينا غالما يخافوا يقول كأنا ضعيف زيدنا من الاكتيفتي فيزيك والاسبورتيف دونك وشتالسين يزيبنا ضعف ليه او كنت خير ستخير ركوماندي بالعكس دونك يزيم يختار الاكتيفتي فيزيك اللي مش يعملها دونك اللي هي اندور دو كارديو دونك ناجم يعمل المسكولاتي متاعو يعملش يعمل نهار بنهار بشي ريكو بري وكي يعمل معماش دي ريبيتيسيون برشة مانية فهمت اكزرسيس معدوش برشة برشة مرات بالعكس المسكولاتي هيديكة وعلى دي كنا بكاكولتزم دما فما برشة بروتينات في كل وجبة ماذا بينا كل وجبة فيها بروتينات ويعملنا شوية كالغيتنسيون دونك يكبرها كالكتلة عضلية ويتفورهم لبدا ويزيد الوزن متاعنا باة جست في نص دقائق بشانكمالك حتى انتي قلت ساعة يمشيوا الحاجات السهلة جاني غانهم الحاجات السهلة يمشيوا لها بيزا سانفويتشيت تاتاتي باتاتا اكسي تغا مسموح ذاك اونا مش مسموح يقولوا حسن برشة ملكاليتي دخل على قليلة بيزا اوكي يحاور خوضها مثلا بشوية اسكالوب شوية لا نحبوا بروتينات حبوا بروتينات البروتينات خطر هما اخلابيتهم من الناس هي الزومة راو كيجيوا يعملوا المعنيها التاست نحن يصبحوا لهم موسكوليق لخاطر تلماء لا يكلوه يستحق الطاقة اول ما يجبط يستحقها ويستحقها يسهلوا بارشا من يجبط الدهنيات ماذا بنا ديما دهنيات كان يخذوا اسكالوب يأخذوا فني كان يعمل اسكالوب في عضوه يعملوا على كرين فخيش ويزيدوا الى خماج بيزا كيف كيف او ما يحاول يعمل معها شوية بروتينات على جنب واذا كامش ناكلوا سلاطة كمواتات ناكلوها في اخر الواجبة ملايخ عليك على طاودي حتى دي قدم تيلا كانت بحدينا اخصائي تطارد يأول فا بكري قطور احنا سننا بخاتيكم الملايخ معلوي في العديد مرسي الامين في الاخراج مرسي زماليكنا في ايفم تيوي كتابانكم هجول حانيشي بابا في الامن Allo EFM Spécial Santé باريمت.tm